السؤال اللي بعد كده بيقول انا بعدت لحضرتك عندي مشكلة كبيرة حضرتك حتى كتبك كده كبيرة جوزي اشتكته بعد عشرة لانه ضربني ضرب موت يبدو انه اشتكته في المحكمة بقى هنشوف في السؤال لانه ضربني ضرب موت وكان هيموتني وانا في الشارع دلوقتي وانا في الشارع دلوقتي وبقولهم مش هتنازل إلا لما يديني مكان اقعد فيه لانه عمري ضاع لانه عمري ضاع معاه وكمان موظفة والربط اطلع معاه وكل شقاية معاه وكل حاجة باسمه بيقول ملكيش حاجة عندي غير النفقة والمتعة وانا ولا اي ما ولا مؤخر ولا حاجة هموت من الظلم والاهرة لو سمحت اعمل ايه اول حاجة ببساطة خالص نفس الكلام اللي كنا بنكلم عنه من شوي انه بنكلم عن ايه لابد من ان احنا نسعى الى الاصلاح حتى لو انتم كبار في السن عندنا حالة كده الناس بتعيشها اسمه طلاء الكبار وما خلاص هتتعيه هتتحالى على المعاش قريب هتتحالى على المعاش قريب يعني الناس دولا مش صغيرين في السن لا هي ولا زوجها فايه اللي حاصل فهو ضربها في الشارع بيقول ضرب بيموت ده ما لا يجوز شرعا ده حرام وده اثم وكسر الخاطر وكسر والاهانة ومهانة الانسان لا تجوز حتى لو هو ايجي يقول لي والله اصلا انت متعرفش هي قالت ايه لا يجوز لكن ان انت تضربها الضرب دوت هي مش محل للتأديب هي محل للعشرة التأديب ده يعمله الاستاذ مع التلميذ بطريقة شرعية كمان ما يستخدمش فيها المهانة والضرب والازى وخاصة الازى النفس اللي بيستمرت وللوقت ده ولزلك هي هتحس دايما ان هي مهانة مش قادرة تمشي في المكان اللي اتضربت فيه مش قادرة تمر بيه مش قادرة تعيش فيه وده ما يسويش الغلط اللي هي عملته ايا كان الغلط اللي عملته ده ولزلك هي اضطرت ان هي تعمل ايه ترفع عضيه انا مش مع ده الا اذا كان هناك نوع من انواع الازية الشديدة هو بيقول ان هو لازم ان هو مش هيدليها مكان تعيش فيه مرة تانية وبيقول ان هي لو اطلقت مش هيدي لها مكان تسكن فيه هي واولادها اذا كان فيه اولاد هو كل الحكاية ان هي بتسأل بقى ان هو دلوقتي ما كتبلاش لا ايمة ولا مؤخر هي اذا كان مش حددوش ايه المؤخر بتاعها فلها مهر المثل لها مهر الايه المثل لا محددوش لا حددو وحددو بقيمة ضعيفة بدا محددو بقيمة ضعيفة وقيمة قليلة ويشاف ان القيمة دي لا تسوي شيء فخلاص انت اتفقتي على ده يبقى انت اتفقتي على ده لكن لو ما كنتوش كتبتو حاجة خالص عن الايمة ولا المهر ولا كذا كذا فلك انت مهر المثل ومسألة ان انت لك نفقت المتعة ونفقت العدة ده لما تتطلقوا انا مش لغاية دلوقتي انت ما قلتيش ان انتوا اتطلقتوا انت قلت ان انت رفع قضية عليه لانه ضربك فمازلتوا ازواك انا معرفش كونه القضية ايه هلكون القضية ده طلاء للضرر يبقى خلاص القاضي هيحدد بقى يبقى نطلب بقى من القاضي ان هو يحدد انا مستحق ايه وده هيكون افضل ان القاضي هو اللي يحدد مش حد تاني او انكم تتراضوا فاذا فالمسألة واضح انت حس بالقاهرة بس قبل ما تحس بالقاهرة انت لازم تراجع نفسك ايه الاخطاء اللي عملتيها عشان يوصل الحالة بينك وبين زوجك ده لهذا الامر هذا ليس تبرير انا تكلمت على ان الوضع اللي موجود ده مالوش علاقة بالنبل والاخلاق ان مالوش دعوة بمكارم الاخلاق ده الزوج اللي يضرب زوجته في الشارع ده مش بس هو عاصي ومرتكب لكبيرة هو شخص كمان ما عندوش اخلاق لان امراته عرضه ولحمه يهنها في وسط الطريق كده واضربها دار بموت ليه يعني ليه هي عملت قلده كله ما ما حصل الناس ديها بيوت تسترها وتتكلموا فيها حتى لو هي مش عايزة تروح البيت يسيبها ويروح هو في البيت لغاية ما ترجع ويتكلموا مع بعض ويتجيب اهلها ونعود عشان نحل المشكلة او نروح للمتخصص عشان نحلنا المشكلة فاللي انت بتقولولي بقى انت بتسأليني هل اتنازع عن القضية بعد ما هو ضربني هذا الضرب انا شايف ان المسألة بينكم محتاجة ان احنا نعرف تفاصيلها عند المتخص فاتفضلوا حضراتكم شرفونا في مركز الارشاد الزواج عشان نعرف نقيم الامر ده لان الكلام اللي حضراتك قلته بطريقة مختزلة ما ينفعش ان احنا نحط قرار عليه ممكن الناس بتنازع عن القضايا وممكن بينصلح حال بين الناس بعد ما يوصل للحال ده اه اكيد واشتغلنا على ده وغيرنا حيات كتيرة من علاقات كانت وصلت لهذا المستوى واسوأ بس لما يكون الناس عايزين يتغيروا